هجوم روسيا على ضواحي منطقة خاركيف ما يزال مستمراً ثلاثون بلدة ما تزال تحت القصف الروسي الذي مكن موسكو في غضون أيام من السيطرة على عشرات الكيلومترات في شمال شرق أوكرانيا نزح عن المنطقة التي تشهد القصف ما يفوق ستة آلاف شخص منذ بدء القتال وما تزال السلطات تبحث عن السكان المتبقين لإجلائهم خلال الليل تعرضت المدينة للقصف المدفع عدة مرات وتم استخدام نظام إطلاق السواريخ المتعددة وتتعرض الآن لقصف مدفع وقذائف الهون ليس من السهل الوصول إلى بعض أحياء هذه المنطقة بسبب القصف المصمر لكن الوضع مستقر وتحت السيطرة ونقوم بإجلاء الناس القوات الروسية عبرت الحدود منذ يوم الجمعة لتشن هجوما على بلدات في شمال شرق خاركيف ثاني أكبر مدن أوكرانيا واعترفت هيئة الأركان العامة الأوكرانية بأن القوات الروسية حققت نجاحات تاكتيكية فيما أكد الرئيس الأوكراني أن هذه الهجمات تستهدف إرهاق شيشه وتقويد معنوياته ويأتي هذا التقدم الروسي في وقت أقال فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير الدفاع سيرغي شويغو بعد أكثر من عامين على بدء المعارك في أوكرانيا معينا وزير دفاع جديد وكانت السلطات في أوكرانيا حذرت منذ أسابيع من هذا الهجوم الروسي في وقت تعاني فيه البلاد من نقص في المساعدات الغربية وفي الجنود أيضا